أيها الإخوة المؤمنون قضية مصيرية أيها الإخوة قضية جنة إلى الأبد أو نار إلى الأبد ما هذه الحياة الدنيا مهما طالت ومهما ارتقى الإنسان فيها ومهما جمع من أموال ومهما ارتقى من مناصب ومهما تمكن من غيره إنها كلمح البصار إنها صفر ولو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سق الكافر منها شربتنا أيها الإخوة الكرام أبدأ خطبتي بهذه الحقيقة من هذه اللحظة وإلى الموت وما منا واحد إلا وسيموت هناك قدر من العمر قد يكون لحظة هناك قدر من العمر قد يكون لحظة وقد يستمر سنوات وقد قال عليه الصلاة والسلام أعمار أمة محمد عمتهم بين الستين والسبعين ولا يجاوز هذا العمر إلا القليل النادر وقد مضى الذي مضى يا ترى والسؤال محرج ومزعج هل بقي بقدر ما مضى؟ هل بقي بقدر ما مضى؟ كيف مضى الذي مضى؟ مضى كلمح البصر وهذا الذي بقي يمضي أيضاً كلمح البصر ثم الإنسان أمام عماله كلها أمام أعمال سيحاسب عنها عملاً عملاً موقفاً موقفاً حركة حركة سكنة سكنة إعطاء إعطاء منعاً منعاً صلة صلة قطيعة قطيعة فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون الكلمة التي أقولها آلاف المرات عود نفسك أن تواجه الحقيقة المرة لا أن تركنا إلى الوهم المريح أيها الإخوة الكرام هذه الحقيقة الأولى أنه لا بد من أن نغادر الدنيا وقد حكم علينا بالموت مع وقف التنفيذ أيها الإخوة الكرام يقول عليه الصلاة والسلام ولا أظن أن هذا الحديث ينطبق على وقت من أوقات حياة المسلمين كما ينطبق اليوم يقول عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال الصالحة فتناً كقفع الليل المظلم يمسي المرء مؤمناً ويصبح كافراً ويصبح مؤمناً ويمسي كافراً يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليلاً لذلك الدعاء القرآني رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةِ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَفَاتِ أيها الإخوة سؤالٌ تقيق هل يعاني المؤمن من سكرات الموت؟ الموت لحظةٌ رهيبة والكل يخافه ويكره المؤمن والكافر ولا بد لكل أحد منهم ولا فرار عنهم ونزع الروح نزع والنزع آلاماً وكل إنسان يذوقه مؤمناً أو كافراً لقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون لكن للحقيقة المؤمن لا يناله من ألم الموت إلا القليل بل هو آخر عذاب يعاني منه في حياته كلها أما الكافر فإن نزع الروح هو أول عذاب له وما بعده أصعب بكثير أزكى إنساناً أعقل إنساناً هو الذي يعد لهذه الساعة التي لا بد منها إن للموت لثكرات أيها الإخوة الكرام موضوع آخر في ساعة الموت لحظة الموت لكل عبد من عباد الله هي مرحلة إخبار بالنتيجة النهائية فالمؤمن يبشر بالجنة والكافر يبشر بالنار قال تعالى وهذا معنى الآية الدقيق إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أي عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلاً من غفور رحيم وأما الكافر فإنه يتلقى الصفعات عند الموت قال تعالى فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبا أيها الإخوة دققوا في أعمالكم دققوا في كسب أموالكم دققوا في إنفاق أموالكم دققوا في بيوتكم لن تحاسب عن مجموع المسلمين أنفذ أنت بريشك حاسب نفسك حاسب نفسك عن بيتك وعن أولادك وعن بناتك وعن ما في البيت من أجهزة حاسب نفسك عن عملك وعن طريقة دخلك وعن طريقة كسب مالك أيها الإخوة القبر بغير عذاب عذاب القبر وإن كان بغير عذاب هو عذاب بحد ذاته هو منزل رهيب فيه الوحدة والوحشة والظلمة والضيق قال عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم اللهم صلي وسلم بارك على سيدنا محمد وليس من مؤمن إلا وهو يستقبل من القبر بضمة أو ضغطة قال عليه الصلاة والسلام في سعد بن معاد هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون ألف من الملائكة قد ضم ضمة ثم فرج عنها في النساء وقد صحح من قبل بعض علماء الحديث فإذا كان هذا حال سعد بن معاد سيد الأوس السابق بالإيمان الذي لا تحصى مناقبه والذي اهتز لموته عرش الرحمن فما بادك بنحمه بهؤلاء المسلمين المقصدين الذين يأكلون المال الحرام يأكلون الربا يختلطون مع النساء الأجانب يطلقون ألسنتهم بالغيبة والنميمة فلا بد من أن نأخذ حذرنا لا بد من أن نراجع حساباتنا لا بد من أن نجلس جلسات نتأمل فيها مصيرنا لا بد من أن ندقق في أعمالنا في تجارتنا في كسبنا في بيعنا في جرائنا في بيوتنا في زوجاتنا في بناتنا لا بد من أن نسأل أنفسنا ماذا أعددنا لهذا اليوم ماذا نجيب الله عز وجل فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون يؤتى يوم القيامة بأناس لهم أعمال كجبال تهاما يجعلها الله هباء منسور قيل يا رسول الله جلهم لنا قال إنهم يصلون كما تصلون ويصلون كما تصمون ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهقوا أيها الإخوة هذا كلام مزعج وهذا كلام مؤلم وهذا كلام قاسم ولكنه الحقيقة الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح ما بال هؤلاء المسلمين غارقون في الحرام غارقون في الكزب والغيب والنمين غارقون في العلاقات الشائلة مع النساء حياتهم اختلاط ولائمهم اختلاط أعراسهم اختلاط لا يدققون يحبون الدعاة الذين يسهلون عليه يشيدون بهم كثيرا أخي هذا عادي مرن مرن حضاري عالي متفهن لمعطيات العصر هذا كلام لا ينفعها لو أسنوا على هؤلاء الذين يخففون عنهم هذا لا ينجيهم يوم القيامة كن مع الحقيقة المرة أيها الإخوة الكرام سامحوني إذا قسوت عليكم والله أنا أقص على نفسي وأنا أخاطب نفسي وأنا أخاف كما تخافون أنتم وهذا الخطاب تفكير مسموع لا يرزم به أحد ولكن ما أتيت بكلمة واحدة من دون دليل من القرآن وسنة وهذا كلام خالق الأكوان لماذا تخلى الله عنا جميعا لما نحن فيه لماذا شرزمة قليلة تتحدانا كل يوم لماذا نحن فيه لماذا قل ماء السماء لأنه قل ماء الحياء لماذا غذا لحم الضأم لأنه رخص لحم النساء أيها الإخوة الكرام حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسن وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا فلنتخذ حذرا الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر